الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولغالين ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يشترون الغلالة ويريدون أن تغلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله بنيا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مباقعه بيقولون سمعنا ويقولون سمعنا بعصينا بسمع غير مسمعين ورعنا ليا بألسنتهم بطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا بأطعنا بسمع بانغدنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوى مملك لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهم فنغدها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا يغلمون فتيلا أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبد بالطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فغله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب بالحكمة فآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به بمنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نغا كلما نغيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا بعمل الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم غلا غليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعلم إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سمعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَاطِيعُوا اللَّهَ بَاطِيعُوا الرَّسُولَ بَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ بَالْرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا